معانا الآن عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام المصرية يا فندم صباح الخير مشرفنا ومنورنا واداء تحكيمك المشرف النهاردة صباح الخير يا كابتن كريم أنا بشكرك جدا طبعا تحياتي لحضرتك والأسادة المشاهدين والمتابعين والحقيقة بشكر حضرتك على الكلام الجميل المحترم اللي حضرتك قلته ودايما يا رب كده مساندين لنا في القرارات الجميلة والتحكيم المصري دايما بخير زي ما حضرتك قلت أنا لا أحقق منك الجملة بتاعتك التحكيم بخير الحمد لله التحكيم بخير يا كابتن كريم وبالتوفيق دايما يا رب لكل حكامنا في كل ما هو آت إن شاء الله شفت النهاردة المباراة تحكيمية إزاي يا كابتن توفيق أنا لا أتحدث كمان معناه برئيس لجنة الحكام فقط ولكن أتحدث مع خبير تحكيمي كبير أنا شفت المباراة إيه يعني لين نقول حاجة إحنا يعني لجنة الحكام الرئيسية مستر بريرا كابتن محمد فاروق وأنا وجميع أعضاء لجنة الحكام حتى الموظفين اللي موجودين معنا الإداريين إن شاء الله كلهم مشاركين الحياة في القرارات يعني يعني إذا كان في نجاح بنسب لجنة الحكام أو التحكيم المطري فهو للجميع مش لأشخاص بعينهم يعني حضرتك لخصت كل اللي أنا كنت ممكن أقوله يا كابتن كريم في المقدمة اللي حضرتك قلتها قلت حكم على أعلى مستوى من الياقظة طاقم التحكيم بالكامل كان على أعلى مستوى الحياة شيء طبيعي مباراة كبيرة جدا يعني المباراة بعد مباراة الكاس في مصر اللي كان برضو مباراة مهمة جدا نحن بنلعب بطولتين حكامنا المصريين المحترمين على كفاء بنلعب بطولتين على بعض يعني في نادي من الأنبياء بيرفع كاس في البطولة فدي مباراة صعبة جدا فالحمد لله رب العالمين إحنا كلنا راضيين كل الرضا عن أداء الحكام في المباراة والنهار ده كمان المباراة تحديدا بما نحن نتكلم عليها أداء أكثر من رائع من طاقم التحكيم بالكامل حتى بحكام الفار أعتقد أنه كانوا على موعد مع النجومية زي ما بيقولوا في التحكيم صحيح لقطة واحدة بس ولم تؤثر في نتيجة المباراة هل فعلا نستحق علي جبر انزار ثاني وطرد في هذه المباراة بعد لمس التيادة على حدود منطقة الجزاء شوف هنا هنا وجود يعني فيه طبعا بعض المحللين المحترمين اللي أنا بكدن لهم كل احترام والتقدير كل واحد فيه حسب رؤيته لكن هو احنا هنا لازم نفكر ومحمود شاف إيه عشان يعني هل محمود شاف أن ده ممكن يكون فيه لعب على المرمى هل فيه هجوم واحد هو ممكن ما يكونش شاف كده من وجهة نظره فأنا يعني اسمحي أن أنا هتحفظ أن أنا أتكلم في العاب فنية لأن طبعا أنا عملت طبعا مداخلة مع حضراتكم وده شرف لي لو حراك طبعا تتحفظ ده شيء مقبول خاص بالعكس أنا فاكر كان عند حراك رأي حاسم في هذا الأمر وممكن يعني يجنمنا التحليلات التحكمية في هذا الأمر أنا الحكم بتاعي أنا بمشي معي أنا من نفس الطاقم اللي كان موجود في المباراة الآخر فمشي مش هتكلف فأل عب فنية لكن شرف لي زي ما قلت لحضراتك أن أنا بتتكلف مع حضرات القناة المصرية العظيمة بتاعتنا طبعا القناة الأولى طيب كابت أنت فيه شيء مهم كمان حابس الحراك عليه هل موضوع تثبيت الحكام المصريين في المباراة الكبيرة هيستمر فيه المباراة القادمة ولا ممكن نشوف تغيير ويعود تاني مرة أخرى الحكام لا لا طالما طالما لجنة الحكام الحالية بكيادة مصر برير موجودة والكابتن محمد فاروق وتوفيق السيد وجميع الأعضاء وجميع الناس تتاكم أي مباراة هامة هي حاكمها تتاكم الحكام المصري خلينا أولا أنا عايز أقول لحاجة ممكن حضرتك مش عارفة تعرفها ولا لا المحمود النهاردة هيغادر الإمارات بكرة الصباح هيطلع على تنزامي عنده مدوره قبل النهاء في الكنفدرالية يعني بصع بكرة لما تشوف محمد معروف هو عمر الشناوي مسافرين كاس العالم للشباب في الأرجنتين إذن إحنا هنا حكامنا العالم النهاردة التحاد التونسي للمرة يمكن الخمستاشر ولا العشرين بيطلب مني طاقم تحكيم طلب حكام الفار عشان أنا كانش عندي حكام متاحين إن أنا محتاجهم في المسابقتي فبعدت طريق مجدي ومحمود عشور حكام الفار يعني جميع الدول سواء الأفريقية وسواء العالمية والفيفا والاتحاد الدولي والفيفا والكاف والاتحادات المحلية بيطلب حكامنا المصريين إذن إنا لابد إن إحنا نكون عندنا ثقة كبيرة جدا 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 في التحكم المصري حضرتك زي ما أنا قلت وقررت حضرتك إنه إنا النهاردة أداء محمود البنة رد رد قطع على الاستعانة بحكام أجانب الحي يا رب دايما تفضل أو يفضل حكامنا المصريين هم اللي في السورة وهم اللي على الساحة بعيدة عن فكرة سدعاء حكام أجانب آخر حاجة بقى في وسط الأفراح العظيمة دي على الأداء التحكيمي تحديدا النهاردة هل إن شاء الله بإذن الله كابت التوفيق نشوف حكم ساحة مصري موجود في كاس العالم 2026 إن شاء الله بإذن الله البداية إن محمد معروف هيلعب بطول كاس العالم من الشباب في الأرجنتين دونه 17 عاما أعتقد أعتقد إن شاء الله وبنسبة كبيرة محمد مرشح حوابه قوة لإدارة تحكيم مباراة كاس العالم إن شاء الله 26 يا الله حلو يا رب يا رب إن شاء الله كابتن محمد معروف بإذن الله ده خبر عظيم بإذن الله بإذن الله إن شاء الله ينجح في ده كابتن الكبير كابتن توفيق السيد ناب رئيس لجنة الحكام المصرية أنا بشكرك شكرا جزيلا بشكرك على بشكرك بالنيابة عن الجماهير المصرية على طاكم تحكيم مباراة اليوم الطاكم لقدم مباراة ببراعة كبيرة جدا وبعدها مشرف جدا